اهلا اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة في اول رمضان بالنسبة لشخصي المتواضع وبرنامجكم التاسعة في شهر رمضان صحيح بالمناسبة بالضبط اللي كانوا بيقولوا زميلاتي العزيزات على واتشت الحقيقة يعني الجودة سوبر حاجة يعني عظمة على عظمة سريعة جدا فيش اي تقطيع بتتفرج على الحاجة بكواليتي عالي الابعد الحدود واللي يفوت مسلسل يقدر بقى يقعد كده ينقنق مع واتشت يتفرج بقى على الحاجات مساء الله اتفرجت على حاجة هنا على الحياة فكت نفسك تشوف المسلسل اللي على انت فيتا خش على واتشت شفت حاجة على الاولى فعايز تتابع حاجة على دي ام سي بس ملحقتهاش خش على واتشت وهكذا مجموعة كبيرة جدا من المسلسلات ومسلسلات حلوة بالمناسبة انا ملحقتش طبعا احنا لسه يدوب بقى لنا 48 ساعة رمضان ملحقتش هشوف كل الحاجات لكن لفت نظري بقوة جدا 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 رسالة الامام رسالة الامام بالمناسبة هو وسره الباتع انا بتكلم هنا بقى على المسلسلين ومش بس كده لا وخد معاهم بقى سوق الكنتو عندك ثلاث مسلسلات بالتحديد عودة بقوة للمسلسلات التاريخية فتعود مصر مرة تانية بمنتهى القوة تقدر تسميها بقى ضربة التنين ثلاث مسلسلات تاريخية في رمضان تعرفك على حاجات وعلى مراحل تاريخية وحقب تاريخية مختلفة حصلت عندنا في مصر سواء اذا كان من ابعادها زي رسالة الامام اوسطها في الحالة بتاعتنا هي سره الباتع احداثها في نفس ذات الحالة يبقى هو سوق الكنتو طيب خد بعدك بقى وروح على الملاحم والبطولات وتفرج على الكتيبة 101 اظن هتتفرج على المسلسل ولا اروع كما جرت العادة تعودنا في رمضان ان احنا لازم نشوف ملحمة من ملاحم جيشنا وشرطتنا العظيمين فيه مسلسلات تانية اللي هي المسلسلات صاحبة الروح او تقدر تقول ايه الكتابة الاجتماعية زي حضرة العمدة على سبيل المثال وحضرة العمدة مسلسل انا اشوفه مهم قوي انك تتابعه ومهم قوي انك تشوفه لان ده جزء من ما قد نطلق عليه برضو معركة الوعي بتاعتنا ان احنا نبدأ نعي قضايانا جيدا في شرائح مختلفة من هذا المجتمع فيه اماكن قد تكون بعيدة عن المدينة وده اساس حضرة العمدة من غير محرقه لحد ما نكلم اساس عادل اديب مخرجنا الرائع والعظيم مخرج هذا المسلسل واللي كما جرت العادة لازم مسلسله ويبقى من اعظم المسلسلات اللي بتبقى موجودة عندك كمان بالمناسبة علاقة مشروعة ياسر جلال وانا زي ما كنت بقولكو يعني انا دايما شاهدتي في ياسر جلال مجروحة لانا انا احبه يعني احبه جدا احبه احب اتفرج عليه واحترم اداءه جدا جدا لابعد الحدود ما ليش حظ جيد ان احنا اتقابلنا قبل كده مرة اظن في حاجة يعني كانت سلامات عارف انت سلامات البروتوكولية دي بس هو راجل لطيف يعني مسلسلاته دايما حلوة ودايما بيدي اداء جميل وجيد ومتطور طول الوقت وما بيحبسش نفسه في حالة وده جزء برضو بالمناسبة من زكاء الفنان حد زي ياسر جلال طول الوقت مش حابس نفسه في حالة معينة ولا حابس نفسه في كاركتر معين عندنا ايه كمان ميكي يا جماعة ميكي مذهل يعني احنا بنتكلم كده على الكبير رقم سبعة صح كده احنا سبعة انا عايز اقولك انه انت هتجد جيل موجود دلوقتي كان بيشوف الكبير من هو لسه طفلي يعني فيه ولاد دلوقتي هم الشبان زي الفل فكانوا بيشوفوه هم اطفال وده بالمناسبة من ضمن الحاجات اللطيفة اللي احنا بعيدا عن انه مسلسل كومي يعني مثلا زمان احنا كنا نشوف الشهد والدموع سنة في التانية في التالتة الى اخير نشوف ليلة الحلمية سنة في التانية في التالتة في الرابع وهكذا فمسألة ورقفة الهجان على سبيل مثال مسألة انك انت بتكبر وجنبك مسلسل قاعد عمال انت ايه بيشكل جزء من ذكرياتك انه لما انا كنت مش عارف في تالتة اعداية دي فمش عارف ولما كنت في قولها سنة ويحصل كذا وهكذا الحاجات اللطيفة وزي وانيس بس انا كنت كبرت ايام وانيس بالمناسبة بس مش دي المسألة لا انا عايز اقوله لك انه رمضان السنة دي فعلا اه غني جدا يعني الحالة الدرامية بتاعت رمضان او حالة المسلسلات بتاعت رمضان غنية جدا ثرية جدا مشبعة جدا انت عندك فيها كل حاجة عندك كوميدي عندك اجتماعي عندك تاريخي عندك ملحمي اه وعندك اكتر من حاجة كوميدي كمان يعني في المسلسل بتاع احمد امين برضو كوميدي لو الصفارة اه في ايه تاني برضو كوميدي يا جماعة عايز افتكر لكو بس تخلي بالكو برضو احنا يدوب بقالنا هم ليلتين رمضانياتين ودي التالتة انا شخصة بالحالة شو ستتفرج النهار ده على حاجة فلما هروح هتفرج ان شاء الله اه ألف حمد الله على السلام يسرى برضو كوميدي صح يعني انت كده بتتكلم على كوميدي كوميدي في حوالي تلاتة او اربعة كوميدي وعندنا تلاتة تاريخي وعندنا هتلاقي برضو اتنين تلاتة اجتماعي ايه ده ايه العز اللي احنا فيه ده اولا بتكلم بجد انا بنبسط قوي لما بلاقي ان رمضان المحروسة لو صح التعبير رمضان المصري دسم حلو مشبع يبسطك ويرجع تاني لمة الاسرة المصرية قدام التلفزيون تعد وتتفرج يطلع بقى التلفزيون ده عن طريق البث اللي انت بتتفرج عليه عن طريق القنوات بتاعتنا سواء اذا كانت الاولى دي ام سي سي بي سي اون تي في الحياة كده عظمة على عظمة طيب ولو فتك حاجة زي ما كنت بقولك واتشت على طول وانا اعتقد ان واتشت اصبح قريب قوي من انه يتحول الى منصة دولية او منصة عالمية قريب يعني جدا لانه ما شاء الله تاتشود بس الود موجود دلوقتي هناك ماشي عمال بيجري بسرعة على كل اللي انا حديث حول المسلسلات الدرامية اكتر يمكن مع مجموعة من ضيوفنا عبر التلفزيون هنتكلم معهم زي ما كنت بقولكو يعني احنا هيبقالنا مكالمة كده برضو في السريع مع استاذ عادل قديم اظن ان هيبقالنا برضو مكالمة مع ايا سماحة وهلما جرى والتلاتين يوم باذن الله يعني هيجروا معنا تقريبا الكل انا ادعوكم للمشاهدة ركزوا قوي السندي مع رمضان لانه بجد هتتبسط